السلام عليكم يارب تكونوا جميعا بصحة وخير دايما لو اول مرة تشوفوا قناتي فضلا وليس امرا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ولو بيعجبكم المحتوى اللي انا بقدمه ما تنسوش تقول لي رأيكم ايه في التعليق وكمان ما تنسوش اللايك النهاردة بازن الله هعمل معاكم الفراخ المسلوقة المحمرة بطريقة جديدة وكمان هقول لكم ايه الاسرار اللي بتخلي الفراخ تطلع معانا دايبة جدا وخصوصا السدر بتاع الفراخ بيكون ناشف جدا بعد السوا خصوصا لو عملنا الفراخ مسلوقة كل دا ان شاء الله هتلاقيه معايا في فيديو النهاردة تابعنا معايا الفيديو للاخر وان شاء الله هقول لك على كل الحلول اللي بتدور عليها عشان الفراخ ما تطلعش معاك ناشفة يلا نسمي الله ونبدأ في الفيديو ونشوف اول حاجة احنا عملنا الفراخ ازاي الفراخ اول حاجة انا نقعتها في محلول النقع ومحلول النقع بتاع بيتكون من ميا وملح وسكر وده اساسي معايا في اي نوع اللحوم انا بستخدمه عايز اقول لكم ان المحلول ده بيسحب اي زفارة موجودة في الفراخ وكمان بيخلي السدر يطلع معانا طري جدا خصوصا لو الفراخ مسلوقة تمام طبعا اعطاها في محلول النقع وبعد كده رجعت شطفتها بالمياه وصفتها معايا كويس جدا دلوقتي هبدأ اتبل الفراخ بتاعتنا هتبلها بيه معايا بصلايا بشرطها بالشكل ده كده وهبدأ دلوقتي اضيف لها ملح وفلفل اسود ورشة من الكمون ورشة من السبع بهارات وكمان رشة من الكزبرة الناشفة ولو عندك بهارات فراخ تقدر تضيفي منها نص معلقة صغيرة بتبقى حلوة جدا جدا تمام وكمان عندي هنا طمط مياه بشراها برضو بالشكل ده كده وعندي حوالي معلقة صغيرة من التوم المفروغ يبقى كده المكونات بتاعتنا بصل وطماطم وطوم وملح وفلفل اسود وكمان رشة بسيطة من الكمون ورشة من السبع بهارات وكمان رشة من بهارات الفراخ واخر حاجة معايا هضيفها رشة بسيطة جدا من جسط الطيب عايز اقول لكم ان جسط الطيب دي بتخلي الفراخ بتاعتنا وهي بتتسلق رحتها بتبقى حلوة جدا وبتخلي الشربة بتاعتنا بيكون طعمها مميز حلو جدا جدا طبعا الفراخ انا حبيت اعملها بالطريقة دي قبل ما اسلقها لان الفراخ بتكون شربة طعم التدبيلة والطعم بيكون ظاهر فيها قوي فبعد ما بنسلقها وبنيجي نحمرها فالفراخ بتبقى واخد الطعم بالزبط كأننا بالزبط عملنا فراخ مشوية ده لو حبينا ان احنا نغير ونعمل طبعا شربة وكده بس في نفس الوقت بناخد طعم الفراخ المشوية تمام؟ بعد ما جهزت التدبيلة هبدأ دلوقتي اخد الفراخ وقلبها في التدبيلة كويس جدا كده وبايدي انا عايزة الفراخ كده تتشرب من طعم التدبيلة فهضغط عليها كده وانا بقلبها وطبعا بعد ما بقلبها كويس كده مع التدبيلة بسيبها ترتاح في التلاجة يفضل ان احنا نسيبها في التلاجة ليلة كاملة او اقل حاجة ساعتين انا عايزة الفراخ تتشرب من طعم التدبيلة ويكون الطعم قوي وظاهر معي تمام كده اما حاجة نمسك الفراخ كده ونقلبها مع الخلطة كويس جدا عايز اقول لكم الخلطة دي فعلا بتخلي طعم الشربة مميز جدا جدا جربوها بجد حلوة جدا خلاص كده خلصنا الفراخ بتاعتنا زي ما قلتلكو احنا هنغطيها وهنسيبها ترتاح ليلة كاملة لو ما عندكيش وقت اكل حاجة تسيبها ساعتين عشان تديكي طعم قوي تمام كده دلوقتي جبنا الحلة بتاعتنا وحطينا فيها مية تغلي عشان نجيب الفراخ بتاعتنا ونسقطها في المية ماينفعش خالص المية تكون برده ونضيف الفراخ عشان انا عايزة اول ما الفراخ يعني اضيفها في المية عايزاها تاخد معي صدمة فالصدمة دي بتخليها كده تتغلف من برا وتحتفظ بالعصارة بتاعتها والسويل بتاعتها فده بيخلي الفراخ تبقى معي حلوة وطرية ما بتنشفش تمام كده طبعا الفراخ بتاعتي كنت سبتها من قبلها بليلة فهي دلوقتي شربة من التعم التدبيلة دلوقتي هنزل بالفراخ في الشربة وطبعا هضيف الخلطة لان الخلطة دي برضو هي اللي هتديني طعم حلو جدا للشربة هضيف بقى باقي جمية الخلطة وهنا طبعا هنضف لها البهورات الاساسية اللي هي بتاعت الشربة هنضف لها ورق لورة وكمان هنضف لها حبهان وكمان هضيف لها كبابة سيني انا بحب جدا ان انا اضيفها للشربة بتخلي طعم الشربة حلو جدا جدا طبعا لو مش متاح عندك الكبابة السيني طبعا الشربة برضو بيطلع طعمها حلو تقدر تضيف في مكانها مستكة لو متاح عندك واخر حاجة هضيفها معي هي مكعب من مرأة الدجاج وهغطى عليها بقى وهسبع لحد ما تستوي وهنا الفراخ كانت استوت معنا وده كده شكلها والشربة طلع معنا شكلها حلو جدا لونها فاتح مش غامق معنا وكمان طعمها كان في منتهى الجمال بجد جربوا الطريقة دي هتأجبكم جدا جدا خلاص كده الفراخ استوت معنا هي بتاخد ساعة الا ربع وعايز اقول لكم ان فعلا محلول النقعة ده بيفرق في ان الفراخ بيسعبنا ان هي تستوي بسرعة خصوصا صدر الفراخ زي ما قلت لكم وفي نفس الوقت ببقى طالع معنا طري ودايب جدا هنبدأ دلوقتي ندفع عليها النار وهنبدأ نصفيها ونطلعها من الشربة بالشكل ده كده هم حاجة نصفيها كويس واحنا بنخرجها من الشربة طبعا الفراخ انا هحمرها في الفرن لو انت عايزة تحمريها في طاصة فيش اي مشكلة كله في الاخر بيرجع لحسب زواء حضرتكم هم اهم حاجة ان الفراخ نحمرها كويس بعد ما تتسرع عشان التحميرة الكويسة دي مع طعم التدبيلة تبقى بالضبط عاملة زي الفراخ المشوية بس الفرق ان احنا كمان استفدنا منها اكتر وعملنا منها شربة هنعمل منها احلى شوية ملوخية هنعمل منها احلى شوية رز بشعرية يعني الشربة بنقدر نستخدمها في حاجات كتير جدا وكمان الاولاد الصغيرين بيحبوا الشربة هجيب الصينية بتاعتي وهدهنها بالزيت كويس جدا وطبعا في الوقت ده انا كنت مشغلة الفرن بتاعي على اعلى درجة حرارة مينفعش ادخل الفراخ الفرن والفرن بارد معي عشان ما تنشفش خلاص كده انا دهنت الصينية كويس جدا بالزيت هبدأ دلوقتي ادهن الفراخ نفسها بالزيت هدهنها دهنها خفيفة جدا طبعا لو عندك كاتشاب بتقدر تحتي كاتشاب على الوش مع الفراخ وهي داخل الفرن تاخد لون بيبقى شكلها وطعمها حلو جدا خلاص كده زي ما قلتلكم الفرن كان سخن من قبلها هدخل الفراخ وهسيبها لحد ما تتحمر معي توصل للدرجة اللي انا عايزها وده كده شكل الفراخ بعد ما خرجت معنا من الفرن الفراخ اخدت معنا لون حلو جدا جدا وده برضو زي ما قلتلكم بسبب ان الفرن كان درجة حرارته عالية وكنت مسخنة كويس جدا من قبلها فالفراخ دخلت اخدت معي لون على طول ما طولتش معي في الفرن ونشفت وكمان عملت النهاردة بشربة الفراخ احلى شوية ملوخية بجد اصلا الشربة كانت عموها حلو جدا جدا انا اخدت جزء عملت بيه ملوخية خضرة وجزء التاني قدمته وكان حلو في منتهى الجمال وكمان عملت رزي بشعرية وضفت عليه شربة الفراخ عايز اقولكو ان الشربة بتبقى حلوة جدا جدا وليها استخدامات كتيرة جدا وكمان قدمت جنبيها الكوسة فكده ده الاكل اللي انا عملته النهاردة الاكل كله كان طالع معانا حلو جدا جربوا طريقة الفراخ دي هتلاقاها مختلفة ومميزة وبكده نكون وصلنا الاخر فيديو النهاردة اتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم ما تنسوش اللايك وكمان ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وقولولي رأيكم ايه في التعليقات طريقة الفراخ دي جديدة ولا لأ وعجبتكم ولا لأ اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع السلامة شكرا